من ضمن الاسئلة انا في سنة اولى معهد عالي وعند ظروف مش هعرف اكمل وهخش الجيش ينفع ان شاء الله مما الظروف عندي هتتحلى هنفع اكمل معهد بعد الجيش في السؤال ده يا حسام ارجع فيه للمعهد اللي انت بتدرس فيه قولهم ان انا عند ظروف انا خلصت سنة اولى وهبدأ يعني خلاص هتفصل عن المعهد وهدخل الجيش وبعدين هرجعلكم بس خالباك انت بعد ما تتفصل هترجع مثلا الجيش ممكن تاخد سنتين لغاتلها ما ترجع لهم فخلي بالك انت ممكن بتدخل في ثلاث سنين هل ده بالنسبة لهم متاح ده تتأكد منه في المعهد في بعض المعهد تقول لك لا تمام طب مدام ورقك عندي تعتبر لكنك مفصول او يعني فيه تفاصيل كتيرة ده ترجع لها مع المعهد لكن عاوز اقولك في بعض الاماكن بتوافق وفي بعض الاماكن مش بتوافق فخلي عندك الانطبعين دول واسأل في معاهد اخرى بخصوص هذا الشكل خلي بالك انت في سنة اولى غير خلصت سنة اولى لو انت في سنة اولى ما بتتحسبش سنة اولى لو انت خلصت سنة اولى بتتحسب سنة اولى فانت فيه فرق ما بين ده وده يا حسام وفي النهاية ارجع لي المعهد لانه هو اللي هيدلك على المعلومة الصحيحة وربنا وفاك ان شاء الله ويكتب لك كل خير